بعد طرح السؤال في الشرح السابق ماذا يحدث عندما نضع مكثف في هذا الموقع وتبين أن المتابعين بالفعل مهتمين بما سيحدث وعلى الرغم من صعوب التجهيز وتركيب هكذا فيديو لكن لا مفر لابد من الإجابة وبشكل دقيق على ذلك السؤال السادة المتابعين الباحثين من العلم فني الصيانة والهوات للسؤال أكثر من جواب هناك أكثر من سيناريو على حسب الحالة والهدف وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأغطي أهم ما نحتاج فهمه السلام عليكم في البداية سنقوم بتطبيق دائرة بوش بول معناها سحب دفع ربما الاسم غريب عليك ولكن اعلم أنها من الدوائر المشهورة والمستخدمة بكثرة في دوائر البورس بلاي وهي من أروع الدوائر في الاستقرار وذات استطاع عليها الآن سنقوم بتركيب فقط العناصر الرئيسية لهذه الدائرة والتي تعتمد على محاول تردد علي مصدر التيار مكثف كيميائي عدد 2 ترانستور قدر عدد 2 وهذا الاي سي المشهور والرائع جدا تيل 494 وهو نفسه له رقم آخر 7500 طريقة توصيل هذا الاي سي في هذا الرسم غير صحيحة ولكن هو هكذا يعمل أي أنني أعطيك الهدف من وجود الاي سي يعطي إشارتين متتاليتين أما طريقة توصيله بالشكل الصحيح فإنه يحتاج محاول صغير له مدخلين ومخرجين إذا أراد المتابعين شرح مستقل عن طرق توصيل هذا الاي سي وتطبيقاته نعم بكل سروسنا في ذلك نتابع بالنسبة للمحاول ربما تجد محاول له ملف دخل وملف واحد خرج أو له ملف دخل وملفين خرج أو عدة ملفات خرج لا مشكلة جميعها تعمل بنفس المبدأ عند وسط الكهرباء يتم شحن مكثفين بالتساوي لكل منهما نصف الشحنة وعند التشغيل أي تشغيل الاي سي من زر خارجي مثلا يقوم هذا الاي سي بيعطى نبضتين بالتوالي ملاحظة هذا الفيديو ليس مخصص لشرح كيف يعمل هذا الاي سي إنما فقط شرح النبضتين وإن كنتم مهتمين يمكنني لاحقا شرحه بالكامل في هذا الرسم نحن اختصرنا التوصيلات وسنعطى الإشارتين لبوابات الموسفت هذه الطريقة تعمل مع الموسفت والبي جي تي ومع الاي جي بيتس وأعتقد أنني سأشرح لكم الفرق بين هذه الترانستورات وطرق التوصيل لأن ذلك ضروري نتابع وعند التشغيل تخرج الإشارة رقم واحد التي سوف تفتح الترانستور رقم واحد وهذا يؤدي إلى تفريق شحنة المكثف رقم واحد عبر ملف المحول وعبر الترانستور رقم واحد وبنفس الزمن سيمر تيارة المصدر عبر ملف المحول وعبر الترانستور رقم واحد ويكمل شحن المكثف رقم اثنان بالكامل أي أن تيار المصدر يكمل شحن المكثف رقم 2 بالكامل الآن هذا المكثف رقم 1 فارغ ولا يمكن لتيار المصدر شحنه هل تعلم لماذا؟ أخبرني بذلك في التعليقات الآن انظر إلى الوضع الترانستور رقم 1 مغلق والترانستور رقم 2 مغلق المكثف رقم 2 مشحون المكثف رقم 1 فارغ ثم تأتي النبضة رقم 2 ماذا سيحدث؟ سوف يفتح الترانستور رقم 2 عندها يبدأ تفريق شحنة المكثف رقم 2 عبر ملف المحول وعبر الترانستور رقم 2 وبنفس الزمن يبدأ تيار المصدر بشحنة المكثف رقم 1 ويتابع مروره عبر ملف المحول وعبر الترانستور رقم 2 ثم تعاد الكرة وهكذا يتناوب التيار عبر ملف المحول من الجهتين وعلى هذا النحو فإن ملف المحول يتعرض لتيار من الجهتين وهذا هو الهدف الرئيسي من هذه الدائرة على الأغلب يتم وضع مكثف بدون قطبية في الوسط هنا له قيمة يجعل تيار المصدر من الجهتين أن لا يتجاوز أن لا يصل إلى قيمته العظمى حتى يقوم بحماية الترانستورات من مرور التيار كبير أي أن هذا المكثف يضمن عدم مرور تيار أكبر من المسموح لحماية الترانستورات ربما تسأل كيف المكثف يمنع مرور تيار كبير وهذه أيضا بوشبول قد صممتها سابقا بيدي وبالفعل دائرة محترمة يستخدم فيها مكثف كيميائي واحد فقط وهي أيضا دائرة ذات قدرة قوية تتحمل استطاعات عالية وأيضا ترانستوراتها محمية بسبب طريقة تصميمها نجد أن المكثف يحد من سحب تيار المصدر الأعظمي عند تشغيل الـ IC سيتم إعطاء نبضة للترانستور رقم واحد ويصبح الترانستور بحالة فتح بغض النظر عن نوعية الترانستور سواء كان مسفت أو عهدي ثم يأتي التيار من المصدر ويدخل إلى ملف المحول ثم يشحن المكثف ثم يتابع طريقه عبر الترانستور وإلى السالب الآن المكثف الكيميائي مشحون وانتهى زمن النبضة على البوابة حتى لو لم ينتهي فإن المكثف قطع الطريق لكن زمن الإشارة انتهى على البوابة الآن المكثف الكيميائي مشحون وعند إعطاء نبضة التشغيل للترانستور الثاني يصبح الترانستور الثاني بحالة فتح عندها سيقوم المكثف بتفريق شحنته عبر الترانستور وعبر المحول وهكذا حققنا شرط أن يتعرض ملف المحول لتيار تناوب عليه من الجهتين دائرة بسيطة التركيب وقدرتها عالية تستطيع تسخيرها في كثير تطبيقات ملاحظة كلما أردت رفع التردد يجب تصغير قيمة المكثف الكيميائي هل تعلم لماذا؟ الآن وصلنا إلى الدائرة المنشودة نتابع من أروع الدوائر على الإطلاق لها شروط إن حققتها ستأخذ منها طاقة عالية تستخدم لصهر المعادن لرفع الفولت لكاشف المعادن وكثير تطبيقات على حسب ما أنت تريد هي تعتمد على مكثف بدون قطبية ميجا أو سيراميك أو بوليستر ومن هذه الأنواع الشهيرة يمكنك أن تعطيها نبضتين ويمكنها العمل مع نبضة واحدة سنبدأ بتطبيقها مع نبضة واحدة وسنختار تطبيق صهر المعادن الذي يعمل على 220 فولت EC أو DC لا مشكلة إذا كان EC يجب تحويله إلى DC أول عنصر مهم ملف الصهر يجب أن تكون مساحة مقطع السلك لا تقل عن 10 ملي متر مربع لأن تيار ضخم سيتناوب في هذا السلك وهو تيار الرنين ترانسستور يتحمل فولت عالي إذا كان فولت المصدر 220 يجب أن يتحمل تقريبا 5 أضعاف هذا الفولت يعني 1000 فولت أقلها هل تعلم لماذا؟ عند الرنين سترى الجواب ونحتاج IC مذبذب يعطينا نبضات موجبة تساوي نصف 25 كيلو هرتز لماذا نصف؟ لأن النصف الثاني سيحققه المكثف في الملف وسترى كيف يحدث ذلك بعد قليل بسم الله نبدأ في البداية نعطي للترانسستور نبضة لكي يتحرك التيار الكبير ويجب أن يكون زمن النبضة متوافق مع قيمة كل من المكثف والملف لأن تيار المصدر الكبير هو الذي سوف يزامن النبضة يعني إذا تم إعطاء بوابة ترانسستور أو قاعد ترانسستور نبضة طول زمنها مثلا واحد ثانية فإن التيار الكبير سيتحرك أيضا واحد ثانية ربما أنت تسمع بمقولة أن الترانسستور يقوم بتكبير التيار فهذا هو المعنى لهذه المقولة أي أن الإشارة الصغيرة تصنع نسخة مماثلة لها للتيار الكبير نفس الشكل والزمن نتابع يجب أن يكون زمن تحريك التيار الكبير متوافق مع قيمة المكثف ومع قيمة الملف وحتى يكون الشرح دق يجب أن يكون زمن وجود التيار الكبير بحيث يصنع معاوقة سعوية للمكثف تساوي ممانعة حثية الملف فإن علمت ما هو زمن النبضة المناسب سيحدث رانين كهربائي أي أنه سوف يتناوب تيار ضخم بين الملف والمكثف وهذا يولد مجال مغناطيسي عالي في الشدة دعني أشرح لك كيف يتناسب زمن وجود النبضة مع المكثف والملف نعطي إشارة للترانسستور وهذا يعني أن التيار الكبير سيتحرك في بداية الزمن سيأخذ المكثف كل التيار ويبدأ بشحن نفسه بينما يشكل الملف ممانعة حثية عالية لا يسمح بمرور التيار وبنفس الوقت تركز معي في هذه المرحلة ركز جيدا يعني بنفس اللحظة يبدأ المكثف بعمل معاوقة خفيفة ثم تبدأ تكبر هذه المعاوقة أي أن المكثف بعد قليل سوف يمنع مرور التيار ونجد أن الملف بعد أن كان يشكل ممانعة بدأت تقل ممانعته وبعد قليل سوف يسمح بمرور كل التيار أكيد أنت لاحظت أن المكثف يتصرف عكس الملف وهنا أعطني انتباهك وعند اللحظة التي يمنع فيها المكثف مرور التيار ويسمح الملف بمروره يجب أن ينتهي زمن مرور التيار الكبير أو زمن الإشارة يعني يجب أن تنتهي النبضة الكهربائية بعدها سيقوم المكثف بتفريغ شحنته عبر الملف وأثناء ذلك سيقوم الملف بتوريد تيار حثي ويتابع بنفس الاتجاه ثم يشحن المكثف مرة أخرى من الجهة الثانية بشحنة أكبر من شحنة تيار المصدر وعند انتهاء الملف من شحن المكثف مرة أخرى سيقوم المكثف بتفريغ شحنته طبعا المكثف لا يمكن الاحتفاظ بالشحنة طالما هناك طريق تتفريغ الشحنة سيقوم المكثف بتفريغ شحنته عبر الملف الآن الملف يتعرض لتيار معاكس بشحنة قوية من المكثف وأثناء ذلك سوف تأتي النبضة التالية هل رأيت نحن أعطينا نبضة واحدة ولكن استطعنا الحصول على تيار تناوب في الملف من الجهتين وأثناء ذلك سوف تأتي النبضة التالية سيجد تيار المصدر لكز معي هنا أيضا سيجد تيار المصدر أن المكثف مشحون للأسف إلا قليل ولا يستطيع المرور عبر الملف لأن كما ذكرنا سابقا الملف في البداية يشكل مقاومة عالية أو ممانعة عالية فيمر تيار المصدر عبر المكثف والملف ولكن بقيمة صغيرة ولهذا السبب نجد في دواء الرنين دائما تيار المصدر الأمبير يعني ينخفض وتيار الرنين يرتفع أي أن استحب التيار من المصدر قليل جدا يعني بالميلي أمبير ونجد التيار الذي يتناوب في الدائرة بين المكثف والملف نجد قيمته عالية جدا ربما بالمئات ولكن لو كانت قيمة المكثف مثلا غير متوافقة مع قيمة الملف لتلك النبضة لن يحدث رنين هذا يعني سوف يزيد سحب تيار المصدر بدون فائدة هو هذا الشرح شوي قاسي يا شباب لكن هذا اللي الله قدرنا عليه أتمنى تكونوا فهمتم من هذا الشرح إن شاء الله لو تضع معدن حديد فوق الملف سوف يسخن أو ينصهر ولكن ركز معي وجود الحديد بقرب الملف هذا يعني أو داخل الملف هذا يعني تزيد قيمة الملف في الهنري وإذا زادت قيمة الملف هذا يعني تغيرت قيمة الممانع الحثية عندها إن لم تقم بتغيير زمن النبضة سوف يفشل الرنين فهل تعلم ما هو الحل؟ ترجمة نانسي قنع